بعض اصناف الدواء عشان اه اه بعض الشركات واقفت انتاجها لان الحاجة جاية غالية. فهم مش العيو بيقول العملة صعب. واللي هو الاستراض واقف. فهي الشركات حاجة من ايه? اكتر الانوار المناقصة في السوق. البيكولاكس. مثلا ده دواء يعني الناس كلها بتعانيم في مصر هنا اوات من اللي عندها امساك على طموزن. فالبيكولاكس ده مليت. فبتعاني منه الناس كتير اوه عايشة عليه. فبدا من الحاجات اللي هي يعني بتلات تعريفة ومش دقيينها الناس. اه القلب النامدعمة كلها طبعا ما اصدر. في حاجات كتير اوه. حاجات بقى مرضة الدم. حاجات اوه الناداز إلى سبعين بمريكولاكس ده اوة. zeggen لسبعين بمريكولاكس. الملائينات كلها مش موجودة في الملائينات ولا رأس ولا شورك ولا نوع اطارات ابتدت تنزل اطارات الانف يعني ابتدت تنزل شوية في ذلك الحدث اللي احنا فيها دي مش عارفه هما عادين الحاجة تغلى يعني الدولار غيري فهما بيشيروا الحاجة دي باغلى من تمانها فالزايا انا حصلنا حاجة وهو نخسر فيها اي شركة بتقول كده طبعا فين بقى هيئة الرقاب على الوياه فين ادارة الصيدالة من ده بص اذا هتتكلمي في مجال الدواء مجال الدواء بقى زي الزفت بقى في عشوائية في ممارسة المهنة بتاعتكم لا فيه عندنا اقدارة بتحكمنا ولا فيه تفتيش بيحكم السيداليات ولا فيه بلاوي زراء فيه احتكار عالي جدا في مجال الدواء داخل برضو فيه الحاجات دهية الاحتكار دوت برضو من ضمن الحاجات ابهية من المسببات برضو نقصت البيع اعمالية الاحتكار وسلاسل السيداليات اللي اتكلمنا فيها ملايين مرة السبب في خراب بيوت السيادلة اصبح فيه سيادلة اغنية جدا وفيه سيادلة مشتاقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة